قلت أيضاً أن مصر لديها مشكلات الديون الداخلية والخارجية كيف تتفادى الاستدانة؟ تفادي الاستدانة أنا عندي النهاردة لو نتكلم من النهاردة على الشق الدين الخارجي أنا عندي ثلاث قطاعات لازم أتحرك على ثلاث مصارات عندي مصار اللي هو يعني مقوم بحوالي أو يعني قمته حوالي 29.6 مليار دولار ده للفانز الفانز دي مش حاضر عمل فيها حاجة لابد أن ألتزم بسداد الديون الأقصاط وفي مواعدها لأن دي عبارة عن صناديق استثمار حتروح تتخذ إجراءات قانونية وحتؤثر على سمعة مصر وتسبب لنا مشاكل كبيرة جداً ولكن عندي الديون السيادية دي نقدر نتحرك فيها لغاية ما لابني اقتصادنا وننميه وننتهي من هذا البرنامج سأسعى بكل وقردي يعني أنا تكلمت مع شركاء يعني بمجرد أن أكون مرشحاً رئاسياً بيجي طبعاً بنتكلم مع مسؤولين كتير شركاء دوليين احنا بنتكلم على موضوع مبادلة الديون علشان أقلل من الأعباء شوية لغاية المبني اقتصادي القوي اللي يتحمل السادات بعد كده عندي جزء التالت وده احنا بنتكلم على حوالي حاجة وخمسين مليار وده اللي هو الأطراف المتعددة وده بيكون فيها تيدخل فيها السياسة زي صندوق النقد الدولي زي كل المقرضين من أطراف متعددة أو من منظمات الدولية نادي باريس وهكذا وغيره ده احنا حنساند البرنامج الإنمائي لأمم المتحدة لشطب الديون الفقيرة هي تبقى موأمات سياسية وينتج عنها أو بتدخل تحت إطار أممي